امتعاش للإنتاج الوطني ونكسة للتجار باتت تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني العراقي من استيراد البيض والدجاج قرار تشابكت المواقف تجاههما بين القبول والمعارضة فعلى إثر ذلك تم تأجيل قرار تصديق شهادات المنشأ من قبل وزارة التجارة لمائة وعشرين يوما لغرض التمحيص والتدقيق في القرار وإيجاد الحلول المناسبة للموقف الاقتصادي نحن مع المنتج المحلي والمنتج الوطني الكل كدهجار ونواب عراقيين وتشريعيين لكن اليوم حسب ما ذكر أنه الكتب من وزارة الزراعة وغيرها من الوزارات المعنية أنه اليوم المنتج المحلي لا يفي بالغرض حسب النسب التي ذكرت فإذا كان المنتج المحلي يفي بالغرض ويسد الحاجة من البيض والدجاج لا بأس لكن اليوم إذا كان المنتج المحلي لا يفي بالغرض فهذه طامة كبرى بالنسبة اليوم للمواطن العراقي البسيط وأيضا اليوم التجار العراقي المفروض تفسح لهم الفترة الزمنية مدة لم تكن كافية بحسب رؤية رجال الأعمال إذنهم عدها ليس إلا حلا ترقيعيا لما سيتعرضون له من خسارة مادية ونكسة اقتصادية فمئات من الشاحنات محملة بالبيض والدجاز ستتلف على حدود المنافذ الخارجية للبلاد طبعا بعض القرارات تصدر متسرعة جدا وتأتي متسرعة اليوم إيقاف العمل بهذا القرار إلى شهرين أيضا هذا ليحل المشكلة باعتبار أنه ما تحدثنا عنه أنه تصديق الوثائق أو شهادات المنشأة في دول المنشأة يحتاج إلى فترة جدا طويلة يعني إذا عملنا على تصديق شهادات المنشأة في دولة مثل الصين تصدر العراق ما لا يقل عن ألف حاوية يوميا فأعتقد هذه تحتاج إلى أكثر من 30 يوم كي تصدق شهادات المنشأة والله هي حكومة هو الحكومة حكم القوية الضعيف هي حكومة أقوى من عدنا نحن مستضعفين دائما هو التاجر الحلقة المستضعفة حقيقة هاي حقيقة منتجاتنا راح تبقى في الموانئ راح تتلف لأن تعرفين هذا المنتج هو مجمد سيارات الشحن هي سيارات نقل وقتية وليس سيارات خزن يعني أتصور أنه راح تكون كارثة كبيرة خسائر كبيرة للتجار في وقت قدمت وزارة الزراعة والتجارة أن ما تمتلكه من منتوج وطني لا يسد حاجة المواطن إلا بنسبة 20% إضافة إلى ما سيتم تسريحه من أياد عاملة ضمن القطاع الخاص ألا أن القرار لا يزال قائما حتى اللحظة ولم يغير فيه إلا جزئية بسيطة فقط ضحى عمبر الرشيد